أعلنت الهيئة المنظمة للمهرجان الدولي للفيلم الوثايقي والروائي القصير في دورته السابعة بمدينة مدنينة تونسية عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة التي ستكون في الفترة الممتدة ما بين العاشر والثان عشر من ديسمبر المقبل وسقط الاختيار على الفيلم الجزائري الإنسان للمخرج عصام تعشيت الذي تروي أحداثه قصة طفل مصاب بالتريزوميا يحلم أن يشارك الأطفال الأصحاء في لعبة كرة القدم لكنهم يقابلونه بالرفضة الفيلم يبرز معالجة اجتماعية لمدى معانة هذه الفئة من الأطفال في المجتمع وما يتعرضون له من تنمر وتهميش كما سيدخل الفيلم الوتايقي المتحف هو أيضا ضمن المسابقة للمخرج جمال باشا ويسرد الفيلم قصة رجل مهتم بجمع مستلزمات التراث الأمازيغي ومن خلاله يهدف المخرج إلى المحافظة على قيم التراث الأمازيغي وتبيان ماهيته